أم تحولت لشتغل وتجردت منها كل معاني الأمومة والإحساس هناء محمد حسن فاروق 30 سنة يوم 26-04-2023 عملت أبشع جريمة هزة العالم كله جريمة حصلت في الشرقية قرية أبو شلبي مركز فقوس هناء كانت حياتها عادية متجوزة ومخلفة طفل جميل اسمه سعد وبتحبه جدا وبتخاف عليه قوي ومن ثلاث سنين بدأت تحصل مشاكل بينها وبين جوزها وانفصلت عنه في الوقت ده باباها توفى وهي كانت بتحب باباها ومتعلقة بيه جدا بعدها بدأت تحصل مشاكل كتير على الورث مع مامتها وأخوها وبعد وفاة الأب ما قدرتش تعيش مع مامتها علشان مشاكل الميروس وفعلا راحت عاشت هي وابنها سعد اللي عنده خمس سنين في بيت مهجور ما كانش فيه ميا ولا قهربة تخيلوا واحدة تلاتين سنة وابنها خمس سنين تعيش في مكان ما فيهوش ميا ولا نور دي ممكن يحصل لها ايه في الوقت ده عمها تدخل وراح طلب ورسها وفعلا أخدت ورسها وبنالها بيت على حدة أرض كانت من نصبها في الميروس علشان تعيش فيه ولكن ساعتها مامتها قطعتها تماما عشان طلبت بحقها وكلام الجيران ان من وقتها كانت تصرفاتها غير طبيعية وكانت تمالي بتصوت بصوت عالي وفجأته ده الوحدة كانوا بيقولوا عليها في المنطقة اللي حواليها ان هي ممكن يكون مسسها جن لان هي كانت ساكنة في بيت مهجور ما فيهوش ميا ولا قهربة وعلاقتها بالجيران ما كانتش أحسن حاجة لانها كانت بتدافع عن ابنها بجنود يعني مثلا لو عيل ضرب ابنها او دايقه تروح تجري وراه باستكينة في الشارع وتزعق له الناس كانت بتفسر تصرفاتها دي انها بتحب ابنها قوي وانها غلبانة فبتعمل كده وده في حد ذاته غريب جدا ان يكون معروف ان في حد تصرفاته كده وما يبلغش عنها لانها ممكن تعمل كارثة حتى في الاطفال اللي في الشارع لان تصرفاتها مش طبيعية وفي يوم 26 أربعة واحدة جرتها وسمعتها بتصرخ صريخ يستيري من جوا بيتها وخافت تخبط عليها لان منتشر عنها ان مساسها جن او حاجة شبه كده وراح تكلمت مامتها وقالت لها بنتك بتصرخ جامد تعالي شو فيها وبما ان مامتها مقطعها راحت اتصلت بعمها وهو الشخص اللي كان بيزورها كل فترة وبيجيب لها احتياجاتها ولما راح لها يوم 27 تاني يوم اللي هو يوم الخميس خبط عليها وقالت له انا بيخدش ومش هعرف افتح لك دلوقتي وطمنته عليها هي وابنها وقالت احنا الاتنين كويسين وما تقلقش وبعدها مشي عمها وجالها بعد صلاة العشاء وخبط عليها وهي ما رجلتش تفتح له ولا ترد عليه حتى من ورا الباب وهو فدل يقول لها انا عارف انك جوه افتحي انا مش همشي غير لما اطمن عليكي انت وسعد وفعلا بعد حبه فتحت له الباب ولما دخل سألها على سعد لان الطبيعي ان كان اول ما بيدخل بيلاقيه في وشه وقال لها فين سعد قالت له بيلعب برا قدامي البيت قال لها انا لسه جاي من برا ومفيش حد فين الولد ارتبكت وهو راح دخل يدور عليه في البيت والمفاجأة المحزنة انه لقراس الطفل في جردل في الحمام واجزاء من جسمه محطوطة في حل على النور وساعتها بلغ الشرطة والشرطة جدت بسرعة وقبضوا عليها الاغرب ان المحكمة لما قالت لها انت حالتك النفسية سليمة انت عارفة انت عملت ايه قالت انا كويسة ونفسيتي سليمة انا غلط ودي اخر مرة ومش هعمل كده كامل امرت المحكمة ان هي تعرضها على اطباء نفسيين لتقييم حالتها وكانت المفاجأة المحزنة من مستشفى العباسية للامراض النفسية لما بعت التقرير وقالت فيه ان النسبة زكاء المتهمة 90% وانها مش مهتزة نفسيا ولا وقت ارتكاب الجريمة ولا قبلها ولا حتى بعدها وان هي بحالة صحية سليمة المحكمة سألتها ايه رأيك في الكلام ده قالت انا مش مجنونة انا عارفة انا عملت ايه ولما سألها ندمانة على اللي عملتيه قالت اه طبعا ومش هعمل كده تاني ده غلطة ومش هكررها تاني سألوها كان عندك وقت تتخلصي من جسد الولد وترميها في اي مكان برا البيت ما عملتيش كده ليه هو معاك بقاله ليه لكاملة في البيت قالت عشان ابوه ما يلاقيهوش وياخده ويدفنه سألوها تاني انتي اكلتيه ليه قالت انا جبته من بطني وعايزة ارجعه بطني تاني عشان محدش ياخده منه اهل والد سعد الجنين ولما عرفوا اللي حصل استلموا جسد الولد في جردل وحلى فيها شربة من لحم ابنهم وقالوا ان هم مش هيسكتوا على ده لان ده لحمهم اببهدل وان هم لازم يجيبوا حق الولد اهل الولد قالوا في التحقيقات انها دايما كانت بتصرخ وتزعق وتصرفاتها غريبة وهي عايشة معه وده كان سبب في الانفصال بعد فترة جم قالوا ان هي كانت هذية وستة طبعية جدا وما كانتش نفسياتها تعبانة او حاجة والاختلاف ده تقريبا عشان يوصلوها الحبل المشهقة لان هي لو مريضة هتروح تعيش في المستشفى وهم عايزين حق الطفل منها اللي لموا جسمه في جرادل وحلى الشربة وقالوا انها كانت بتضرب الولد وده عكس كلام الجيران تماما اللي قالوا انها بتحبه جدا وتخاف عليه لدرجة انها كان بتجري وراء العيال في الشارع بالسكينة علشان بس زعله اخر فترة محمد والد الطفل سعد بيقول الولد كان متغير معايا جدا ولما روحت له في عيد القطحة عشان اجيب له لبس واعد معاه كان بيجري على امه ويقول لها الحقي بابا عايز يخطفني ومحمد ما كانش عايز حاجة غير انه يععد مع ابنه ويجيب له هدوم العيد والناس اللي حوالين هناء كانوا دايما بيقولولها نسيروا باباها يغدو ومش هيفضل معاك يتول العب هناء فضلت اخر شهرين قبل الجريمة فعزلة تماما ومش عايزة تكلم حد واضح ان مؤطعت مامتها ليها واهلها مع موت باباها وانفصالها عن جزء تتسبب ليها في ازمة نفسية كبيرة خلتها ومش وسطة فحد وخايفة على ابنها لدرجة ان هي قتلتها اصدرت قرار المحكمة يوم 17 سبع بتحويل اورقها للجنايات وانها سليمة وغير مريضة نفسية انا شايفة ان مرتكب الجرائم كلهم هما مرضى نفسيين بدرجات مختلفة وكلهم متأثرين بحاجات حصلت لهم في حياتهم هناء خايفة على ابنها وكان من وجهة نظرها انها لما تكله بترجعوا بطنها وبتحميه من طالقها وامها واخوتها اللي كلهم خزنوها وسبوها تواجه مصرها لوحدها حاسة ان ردودها في المحكمة هي قصدة توصل نفسها لحبل المشنقة هناء بتأكد ان هي سليمة وبتنفي اي حاجة تشاور بس ان هي مهتزة نفسيا حتى جارتها الشهدة اللي قالت ان هي كت بتسمعها وبتصل وده معناه ان جالها نقبض غضب او حاجة شبه كده بس هي نفت تمامك وقالت هو انا مجنون عشان اصرخ والم علي الناس ولما سألوها طيب كنت هتفسري للناس ايه عن اختفاء ابنك قالت انا كنت هقول انه خرج يلعب وما رجعش وانها كانت هتقلف الكصة دي على الناس الحقيقة حالة من اللغبطة والشمئزاز من كل تفصيلة في القضية الظلم اللي ممكن حد يتعرض له علشان يحوله الوحش مجرد من كل مشاعر الانسانية احسيس الامومة بالفطرة تجاه ابنها تتمسح بالمنظر ده والظلم والعذاب اللي تعرض ليه طفل بريء ملوش زنب في اي حاجة لحظات بشع عشها على ايد احنه وقطية بايد المفروض انها تطبطب عليه تتحول للأيد اللي تقتله وتقطعه وتاكل منه اجزاء في النهاية الام ضحية ظلم الاهل وعدم تحملهم للمسئولية تجاهها وعدم الاحساس بحالتها النفسية وبصوهم على الميراس وبس اللي في النهاية وصلتها تعمل كده في نفسها وفي ابنها والابن ضحية مجتمع ماهتمش ان فيه طفل موجود مع واحدة بيقوله انها ممسوسة وبتصرخ كل فترة وتصرفاتها غريبة جدا كل شخص كان قريب من هناء وبناءه هو شاي الجزء من اللي حصل باهماله وعدم اهتمامه حتى من يبلغ ان فيه حد تعبان نفسية بلاش انا وبس خلونا نهتم ببعض فيه ناس فعلا بتكون محتاجة للمساعدة ومش عارفة تساعد نفسها في النهاية حكمت جنايات الزقزيق بمحافظة الشرقية يوم الاتنين اللي فات 24 سبعة في خامس جلسة من جلسات محاكمة سيدة فقوس هناء محمد حسد المتهمة في القضية رقم 8619 جنايات مركز شرطة فقوس لسنة 2023 بقت لبنها الطفل سعد محمد سعد صاحب الخمس سنين وده عمد مع صبك الاسرار والترسل داخل منزلها في قرية ابو شلبي التابعة لدائرة ومركز شرطة فقوس المتهمة ارتكبت جريمتها يوم الاربع ستة وعشرين اربعة وأنهت حياة ابنها الطفل المجني عليه بتلت ضربات متتالية على راسه بعصة خشبية وبعد كده قطعت راسه عن جسمه بواسطة سكينة وبعدها قطعت جسمه الاشلاق وطبخت منها وأكلت منها جوة بيتها وتم ضبط الام المتهمة وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة فقوس وجهت ليها تهمة القتل العمد مع صبك الاسرار ما تنسوش شير ولايك لدعمه واستمرار مملكة الهنوط